السلام عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن الناس لهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شو بير دي زيد اليوم الحصة تعناوين غادي نكلموا على رونار المدرب المنتخب المغربي السابقا والمدرب المنتخب السعودي حاليا وين يعيد المغاربة إلى نقطة السفر هذا هو يعرفهم شي حنا ياه واتكلم انقال لك غادي جو المغرب تجي واراء يعني المرشحين بيتتويج الكاس الإفريقية حكرا حولهم كاس إفريقيا احنا قبل لا نبدأ تسمحوا لي كان أمر الناس بزيف راسلوني قالوا لي لما تهدرش على ذيك المرأة اللي قالت مبول حين نعطيك جاجة هذه كما نهدرش عليها أنا يعرف علامات وعشوفوا لي فيديو تاو حلولة كانت طالب فيه ماكرو هذه تعشق فيه ماكرو وتعشق فيه صاركوزي روحوا شوفوا لي فيديو روحوا ركزوا بليح روحوا ركزوا بليح هيا ورواحوا عيطوا لنا الحاجة تبقوا أهم ليها لدارها وبعد عيطوا لنا الحاجة قلوا لنا الحاجة هذه هي لاحسب المعلومات التاوية لها على ذيك ما نهدرش عليها خلي الناس لتعالباز وما يهدر عليها لي بغوا الباز يهدر عليها وما يخبطون كاليحة وما يتهي لها وما يهدر الناس لها ومن كان يهدر الناس لها يحب التعالب هو لها يقوم بلايحة لا يتعالب فلن يتعالب ما يتعالب من أرد الحاجة العرب بكري كانوا من يشوي لك يشوي لك جمال كامل من يشوي لك يشوي لك جمال كامل ما يشوي لك جاجة هيصيبوا بشتتهموا مليح نعود ونقول له في مقابلة مع مجلة 11 مونديان وين قبل شهر قبل قرابة شهر 25 يوم قرابة انتلاق كاس أمم إفريقيا 2022 كان التي ستجري في الكاميرون وانختار رونار مدرب الحالي للمملكة العربية السعودية والمدرب السابق للمنتخب المغربي أن الجزائر مرشح الأكبر مع السينيغال والكاميرون وانتكلموا وانقالوا مسيرة الجزائر منذ فوزها بكاس إفريقيا الأخيرة في مصر وهي باسطة يعني باسطة رائعة منذ تولي منذ فوزها على الجميع الأفريق وهذا الفريق لقد نجح في اختيار يعني الكلمة الصحيحة وإيجاد السيغة المناسبة لضمان استمرارية نتائج الإيجابية على الدواب وأضافها رونار أن الخض تمكنوا من إدارة من إدارة فترة التي أعقبت تتويجهم في مصر بعد لقب رائع ومع نشوة الانتصار يمكنك في بعض الأحيان أن تتوقع أوقات أكثر صعوبة لكن الجزائر نجحت بشكل مثالي بعد كاس إفريقيا وتوقع أن تظل الجزائر مرشح الأوفر حظاً مع السينيغال والخاميرون وأذكر أن هذه ليست هذه المرة الأولى التي يشيد فيها رونار بالمنتخب الوطني في منتصب كاس إفريقيا 2013 شعر أن الجزائر كانت الأفضل فريق في البطولة وكان في الأخير محق أذكر أن المدرب السعودي الحالي سبق لأول تدرب اتحاد العاصمة الذي يلعب في البطولة الجزائرية المحترفة وفاز بكاس إفريقيا مع السينيغال مع الزومبيا والكوت إيوار في 2015 المهم أنه يتحدث أنه يتحدث عن رونار في هذه التصريحات أنه يصدم المغاربة أنه يصدم أنه يقارعوا أنه يريد دعم من طرف المدربين كبار المدربين في النسخة 33 من منافسة كاس الأمم في إفريقيا المقررة إقامتها بدولة كاميرون لمطلع شهر جونبي قبل كشف عن حسب رؤيته الفنية عن هواية المرشح الأول للتتويج باللقب رشح المدرب الحالي المنتخب الوطني الجزائري للتتويج بكاس أمم إفريقيا في كاميرون على حساب منتخبات 23 أخرى التي ستشارك في كام 2021 وأجرى رونار عنز مونديال منصنف فيها المنتخب منتخبات عديدة في الصف الأول للفوز بالكاس في كاميرون قائلا أن كتيبة محاربة الصحراء هي المرشحة الأولى لحصد اللقب القاري ووضع الفرنسي منتخب السينيقال وصيف النسخة الماضية في كام مصر والكاميرون منتخب بلد الموظيف للنسخة 33 من منافسة الإفريقية كثاني أبرز مرشحين للفوز باللقب خلف المنتخب الجزائري وأشد رونار بالمستوى الذي وصل للمنتخب الخض مؤكد أن مسيرته بعد تتويجي باللقب كان مصر كانت رائعة بكل بساطة منذ الفوز الجزائر بكأس يعني وين أصبح وين كسب شخصية في إفريقيا ولقد كان لي وين قلهم كان لي الفضل وين لعبت أمام هذا المنتخب الذي أعرف بأن لعبيه ليسوا باللعبين الذي دربتهم أو لعبت ضدهم إنهم لعبين يلعبون من أجل الراية الوطنية وفقط يريدون يعني الفوز وين قال لك تحس بهم بأن هذا اللعب كيرب من أجل اللعب وفقط يريدون اللعب والفوز بالمباريات مهما كان قوة المنافس بعد منتخب الذي قائلا أن المدرب وأن الثعالي في الصحراء وجدوا الكلمة الصحيحة والسيغة المناسبة لضمان استمرار محرز ورفقائه في تحقيق نتائج الإيجابية وأن نوها المدرب المتحدث إلى قوة ذهنية التي يتمتع بها لعابين لعابين منتخب الوطني في تسييل أزمات في المباريات ما تعتبر أنهم نجحوا بامتياز في تسييل الفترة التي أعقبت تتويجهم باللقب كأس أمم إفريقيا بمصر وأضافها في الصيغ أن أي فريق معارض للوقوع في أزمة نتائج وانخفاض المستوى بعد تتويج بأي لقب لكن منتخب الجزائي نجح بشك مثالي في الحفاظ على مستوى الكبير ووصل لتحقيق نتائج إيجابية على حد قوله ورأى رونال أن المنتخب الخفظ قادر على مواصلة تحقيق تلك النتائج وهو الأمر الذي يؤزز حظوظه في حفاظ على اللقب في كارن الكاميرون متجاوز مرشحين أخرين أمثال السينيغال والكاميرون وفي حديث عن المنتخب المغربي صنف المدرب الفرنسي فريقه السابق في الصف الثاني للتتويج باللقب خلف مرشح الأول منتخب الجزائري وبعده المنتخب السينيغال وكتيبة الأسود الغير المروضة المنتخب الخاميروني واعترف المدرب السعودية أن المنتخب المغربي بات يحقق نتائج جيدة مؤخرا لكنه نوها إلى أن الكثيرون يرون أن هذا النتائج حققتها كتيبة الأسود الأطلس كانت بفضل لعبهم كل مباريات تصفيات نهايات منافس كأس العالم في المغرب ورغم الإشادة بالمستوى الحالي المنتخب المغربي إلا أنه أصر على أن يكون أشبال المدرب وحيد في الصف الثاني من قائمة المعشحين الكبار التي وحسب رأيه يتصدرها المنتخب الجزائري وشكلت تصنيف المدرب الفرنسي رونار صدمة كبيرة لكثير من المغاربة الذين لم يأظموا ولم يتقبلوا تصنيف مدربهم الوطني السابق ليكون منتخب المغربي كرابع أقوى مرشحين لحظ اللقب المنافسة كان 2022 نحن نتمنى ونعود ونتلاقوا بكم في نار وننصحكم ونقول لكم بللي لازم لعبات يتضحكوا في الناشيد يتضحكوا في الناشيد يعني نحن لازم يغنوا يضحكوا في الناشيد وشيكتين إليهم يا أخو ساح نتمنى ولكم نتلاقوا معكم في نار في نار إفريقيا هذه نتمنى ونتلاقوا بكم إن شاء الله إن شاء الله سيلاعبوه زيروا روحكم نتلاقوا في نار خلص نحن سنوصل في نار نحن سنقوم في نار إلا ما أجلوها يمكن بلك يأجلوها بس عشتين إلا ما أجلوها سنقوم مع المغرب في نار تلاقوا بكم غير بعدونا شوف بعدونا خدموا باش بعدونا حطوا روحكم باش بعدونا ما تلاقوش بكم أي يوم فماك ربي يجي بالخير